ما يقرب من خمسة ألف طالبة بالعاصمة الفلبينية منيلا شاركنا في رقصة جماعية تسبق الاحتفال بيوم فالنتاين في حملة تهدف لتنمية الوعي بمخاطر العنف والتمييز ضد النساء في العالم الرقصات نظمتها إحدى مدارس الفتاة الكاثوليك بالعاصمة حيث أدينا رقصات وأغنيات تحث الناس على التصادي للعنف تأتي هذه الرقصات الجماعية ضمن حملة عالمية بعنوان انتفاضة المليون والتي تقام في الرابع عشر من فبراير من كل عام لإنهاء العنف ضد النساء مارجوان منزان منظمة الحملة بدلا من تنظيم الاحتجاجات المعتادة قلنا لماذا لا نحتاج من خلال الرقص هو وسيلة أفضل والتعبر عن حرية الجسد والروح وتقول حملة انتفاضة المليار إن نحو ثلث سيدات العالم تعرضن لإيذاء جسدي وجنسي كما أصدر مركز حماية السيدات والأطفال بالفلبين دراسة جديدة تظهر زيادة في معدل العنف المرتبط بنوع الجنس وهو النساء من نحو 9,490 حالة في عام 2009 إلى أكثر من 23,800 حالة عام 2013 مشيرة إلى أن معظم حالات الاعتداء وقعت داخل المجتمع الفقيرة خليد حسين رايترز